ما بعدها حنخش لفغرة هي براون شوغر اورجينالز زي نيتفلكس اورجينالز حاجة خاصة ببراون شوغر فغرة كان عملنا عنها كم حلقة وعملناها مع مريم اسمها الطرب ولا طلس بنقوم بناديكي بيت بتاع الشعر بنقول ليكي بيت الشعر ده هل هو طرب يعني هل هو جزء من غنية ولا طلس انه نحنا بقاطعينه من راسنا ساي اول بيت يا وضاحة بقول الشمس كل يوم بتشرق اصله ما تأخر شروقه في العشية تسيبنا تغرب يا اخي سبحان البسوقة طرب ولا طلس دي زاه رأينا طرب متأكدها مية بالمية طيب وكي طرب صح طيب نمشي للبيت التاني انتي وانا زي الشمسين وزي قمرين سبتيني رحتي ألقاكي تاني يا حبي وين ألقاكي تاني يا حبي وين اوكي طرب ولا طلس انا حاسة ان الطرب جواب نهاي هامشي مع طرب تأكدها متأكدها دي طلس انت تع Ras كنتي عاية اقولكم طرب لكن شيكو طرب هابت هذه الفكرة من الفقرة دي بالمناسبة ولانه المنطقة لانو مرات تي بي بتقولي دي مستحيل تكون طرب كده يعنني قلت التي ممكن تكون طرب لكن هابت انت تعليش طيب يلا التالتة لا حب لا قلب دقة انا بس بحب أطناقة طرب ولا طلس أوه دي طرب وطرب بتاع قونات صح 2 out of 3 يسمعني حين يراقصني يسمعني كويس إنك كنت قاعد هنا عشان تصلحني يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي ذراعية إنت ما تشكل إنت أكتب كويس أنا أقرح لك يأخذني من تحت ذراعية يزرعني في إحدى الغيمات طرب ألا طلس يزرعني في إحدى الغيمات لا ده بحس إنه طلس يعني كلمات ما يعني ما مطرابطة كده متأكدة؟ والله أنا حمشي مع طلس ليه أغنية بتاع الماجدة ماجدة الرومي لا يا أخي أوه بالله لا أنا جمع كلمات ما مطرابطة والله يا أخي غنية الناس بغنوة مبسوطين التي تقول عليها طلس كيف يعني يزرعني في إحدى الغيمات طيب آخر وحدة عيناك ليال شتوية نبتت في شهور قمرية وزهور مفاتنة النضجة في بيوت العشق الشعرية طرب ألا طلس دي طرب دي طرب دي طلس لا يا أخي اتخيلي إنه هو مؤلف الحاجة دي لكن حلو شديد حسي إنه كان نسمع التافي حتى أنا جيت في الإعداد قريتها كده ده طبعا أنا ما كنت عارف إنه هل هي طرب وطلس فأنا نمي جيت عيناك ليال شتوية نبتت في شهور قمرية الكلام ده هاكب شديد قلت له طرب قلت له طرب قلت له نو طرب قلت له طرب طرب قلت له خضاب طرب عيناك ليال صيفية عيناك ليال صيفية ديك سكر بني أثبت برنامج في العالم اشتركوا في القناة